التنافس على إعادة إعمار مطار الموصل محموما بين الشركات التركية والفرنسية والذي تسبب بتعطيل إعماره قرابة الأربع سنوات فهذا المطار الذي تم إنشاءه قبل أكثر من قرن تعذر إعماره من الدمار الذي حل به بسبب الحرب ليضطر سكان المدينة قصد المحافظات الأخرى للسفر جوا في 2014 تحت هذا اللحظة المطار الموصل بعده على وضعيته ما تغير به أي حال يعني كل سنة يقولين هاي سنة رح تيجي الشركة نشتغل بهذا المطار رح نسوي المطار أحسن من قبل ورح نخلي الناس تكون يعني إذا رحنا أبسط المثال نطلع منها الأربيل تنطير أو نطلع منها البغداد لحتى نرجع الأربيل ثلاث حكومات تولت إدارة محافظة نينوى بعد تحريرها توصلت لاتفاقات مع شركات عالمية لإعمار المطار إلا أن سلطة الطيران المدني لم تبرم أي عقد من تلك الاتفاقات وحتى اتفاقها الأخير مع الشركات الفرنسية لا يزال قيد التخطيط والذي يصل بكلفته إلى 300 مليون يورو وبفترة لا تقل عن العامين إعمار مطار الموصل اشترط تمويله من القرض الفرنسي رغم توفر عروض وبذات المواصفات المطلوبة لا تتجاوز نصف الكلفة المحددة وقد يكون هذا المبلغ كفيل بإعمار مطار نينوى الدولي غرب المدينة وليس لمطار صغير مثل مطار الموصل المدة طويلة والمبالغ المخصصة لإعمار مطار الموصل مبالغ فيها يعني ما نعرفه ونسمعه وحتى من الشركات السابقة التي عرضت إعادة إعمار خاصة الشركة التركية عرضت مبالغ أقل من نصف هذا المبلغ الذي قررته الشركة الفرنسية لإعادة إعمار يقولون بأنه يجب أن نعيد إعمار مع الشركة الفرنسية لأن هذا قرض فرنسي صح قرض فرنسي لكن بكل الأحوال الحكومة العراقية والشعب العراقي سيدفع هذا المبلغ عاجلاً أم عاجلاً إعمار مطار الموصل سيضر بعمل المطارات في المحافظات الأخرى وقد يكون ركيزة أساسية في إعادة إعمار المحافظة لاجتذاب الاستثمارات والشركات العالمية خصوصاً وأن نينوى تتمتع بموقع يميزها لأن تكون مركزاً اقتصادياً يؤثر كثيراً على السياسات المحلية والإقليمية الطاردة للاستثمار فيها أنسي شرقي من الموصل قناة الرشيد الفضائية